اجتباع رئيس الجمهورية بالطبقة السياسية قبل أيام من استدعاء الهيئة الناخبة قابلته الفواعل السياسية بترحيب وتثمين في لقاء وصف بالصارح والبناء مؤكدة التفافها حول مواقف الدولة إزاء القضايا الدولية والإقليمية فضلا على التزامها بمواصلة الإصلاحات السياسية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لحركة البناء الوطني قد أتمت كل التحضيرات سوى من حيث البرنامج سوى من حيث المتدخلين في الحصص التلفزيونية سوى المتدخلين في الحصص الإذاعية سوى من حيث الذين يقومون بالتوعية حزب الكرامة هو الآخر حذاحذ ونظرائه حيث صرح رئيسه الداوي محمد بضرورة مشاركة جميع الجزائريين في استحقاقات السابع سبتمبر المقبل كرسالة للمشككين في الداخل والخارج أن الجزائر ماضية في مسار الإصلاحات التي باشرتها منذ أزيد من أربع سنوات خلت مبرزا حقيقة استهدافها من كل الجهات ينبغي على كل الجزائرين أنهم يروحوا يشاركوا في هذه الانتخابات من أجل أننا نبعث برسالة إلى كل الذين يشككون في الخارج والذين لا يريدون الخير للجزائر بأن الجزائريون سيذهبون إلى هذه الانتخابات ويدلون بأصواتهم بكل حرية وبكل أمانة لنكمل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر تقريبا منذ أربع سنوات ونصف اليوم الحمد لله الأعداء في الخارج يقولون كن جزائريين أو متو أن تتحاولوا هذه رفعة رؤوسنا خاصة في المحافل الدولية وفي الهيئات الأممية حتى أن الجزائر الآن أصبحت هي عنوان الحريات وهي قبلة الأحرار استكمال مسار المكتسبات والإنجازات حسب حزب التجمع الوطني الديمقراطي لن يأتي إلا بالالتفاف حول رجل توافقي إذ جدد أمينه العام الطرح الرامي إلى تحقيق إجماع وطني الجزائر أكبر وأكبر بكثير وتحتاج إلى رجل إجماع وقلنا بالنسبة للانتخابات الرئاسية التي نراها قبل أن تكون انتخابات لشخص هي تحدي لتحدي لابد أن يرفع ولابد أن يتخطاه الجزائرين أولا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية تقليد الحوار والتشاور بين رأس السلطة التنفيذية والشركاء السياسيين ظاهرة صحية من شأنها أن تسكت أبواقا طالما لوحت من وراء جدر برسائل شؤم بددها الزخم السياسي الأخير والتوافق الحاصل بين غالبية التشكيلات السياسية حول خارطة طريق تمهد لتنمية شاملة والحفاظ على مصالح البلاد موسيقى